زار الرئيس الأوكراني بلوديمير زيلينسكي مدينة بوتشا على بعد 25 كم شمال غرب كيفا والتي غادرتها القوات الروسية مخالفة وراءها دمارا هائلا وعشرات الجثث قيل أنها لمدنيين قتلهم الجيش الروسي وهو ما نفاه الكريملين وقال زيلينسكي أن العالم سيعترف بأن ما حدث إبادة جماعية حيث تتهم القوات الروسية بارتكاب مجزرة في حق المدنيين ظهرت مشاهدها بعدما استعادها الجيش الأوكراني وأضاف زيلينسكي الذي وقف مرتديا سترة واقية من رصاص ويرافقه عسكريون متحدثا إلى صحفيين من وسائل أعلام عدة في أحد شوارع بوتشا المدمرة جرى المعارك كل يوم حين يدخلوا مقاتلون ويستعدون مناطق ترون ما يجري هذه جرائم حرب وسعترف العالم بها على أنها إبادة جماعية ورد الرئيس الأوكراني بالإجابة على سؤال من صحفيا حول ما إذا كان لا يزال من الممكن التفاوض مع روسيا حول السلام قائلا أوكرانيا يجب أن تحصل على السلام وأكد في الوقت نفسه أن تحقيق نجاح في المفاوضات قريبا هو من مصلحة روسيا وكلما أخر الاتحاد الروسي أمد عملية التفاوض كان ذلك أسوأ بالنسبة له